إذن هناك الرايات المشتبهة التي لا يدرى أي من أي وهي رايات المراجع اللعناء الذين وصفهم إمامنا الصادق صلوات الله عليه بأنهم المشبهون بأنهم لنا موالون ولأعدائنا معادون الذين هم أضر على الشيعة من جيش يزيد على الحسين بن علي وأصحابه ومر هذا الكلام علينا إنهم الدجالون من أصحاب العمائم السوداء حذرنا أمير المؤمنين من الدجالين من ولد فاطمة إنهم أصحاب العمائم السوداء سادة الدجل وسادة الكذب والإفتراء ليس في زماننا وإنما في الأزمنة الماضية وفي زماننا وفيما يأتي في الزمن القادم هؤلاء هم الذين يتبعهم البتريون مثل ما قال عنهم إمامنا الرضا إنهم ينتحلون ولايتنا وليسوا منا ثم لعنهم بعد ذلك وتحدث عن لعنة الله عليهم وعن لعنة اللاعنين الذين هم محمد وآل محمد عن لعنة اللاعنين عليهم إنهم الذين يزورون قبر الحسين ويتشافون بتربته إنهم قتلت الأنبياء في كل زمان لماذا؟ لأنهم يحاربون دين الأنبياء والأوصياء ويلتصقون بدين الأحبار والحاخامات بدين المراجع والفقهاء إنني أتحدث عن المراجع والفقهاء الطوسيين البتريين اللعناء هذه الحقائق واضحة بين أيديكم نحن أمام مجموعة هي ألعن من جيش يزيد إنهم مراجع النجف وكربلأ ومع أتباع لهم الأئمة يلعنونهم مع أنهم يزورون الحسين ويتشافون بتربته وينتحلون ولاية أهل البيت الإمام الرضا يقول بأنهم ليسوا منا ليسوا على منهجنا هذا منهج بتري مرجئي قذر إمامنا الرضا يحدثنا وإنني أقرأ عليكم من عيون أخبار الرضا إنه الجزء الأول للصدوق المتوفى سنة 381 للهجرة وهذه طبعة مؤسسة شمس الضحى في صفحة السادسة والسبعين بعد الثلاثمائة إنه الحديث الخامس من الباب الثامن والعشرين بسنده بسند الصدوق عن عبد السلام ابن صالح الهروي قال قلت لأبي الحسن الرضا صلوات الله عليه إنه إمامنا الثامن في سلسلة أئمتنا الاثني عشر وإمامنا العاشر في سلسلة أئمتنا الأربعة عشر صلوات الله عليهم جميع عبد السلام الهروي يقول قلت لأبي الحسن الرضا يا ابن رسول الله ما تقول في حديث روي عن الصادق عليه السلام عن إمامنا الصادق أنه قال إذا خرج القائم عليه السلام قتل ذرار قتلة الحسين عليه السلام بفعال آبائها فقال الإمام الرضا هو كذلك فقلت عبد السلام الهروي فقلت وقول الله عز وجل ولا تزروا ولا تزروا وازرة وزر أخرى ما معنى فقال إمامنا الرضا صدق الله في جميع أقواله ولكن ذراري قتلت الحسين يرضون بفعال آبائهم ويفتخرون بها ومن رضي شيئا كان كمن أتاه ولو أن رجلا قتل بالمشرق فرضي بقتله رجل في المغرب لكان الراضي عند الله عز وجل شريك القاتل وإنما يقتلهم القائم عليه السلام إذا خرج لرضاهم بفعل آبائهم قال فقلت له بأي شيء يبدأ القائم حينما يخرج في مكة فقلت له بأي شيء يبدأ القائم عليه السلام منكم إذا قام قال الإمام الرضا يبدأ ببني شيبة فيقطع أيديهم لأنهم سراق بيت الله عز وجل مر علينا هذا في أحداث مكة الكلام واضح وصريح من أن الإمامة يقتل ذراري قتلت الحسين والمراد من ذراري قتلت الحسين ليس بالضرورة أن ينتسب إليهم انتسابا بالقرابة والرحم هذا التعبير يريد أن يبين لنا من أن المجموعات تشخصوا وفقا لعقيدة الولاية والبراءة ألا تسمعون الكثير من الوهابيين يمجدون بيزيت وما قام به من قتله من قتله للحسين ألا تسمعون بعض النواصب يصرح بأنه لو كان في كربلاء يوم عاشوراء لبادر إلى قتل الحسين قطعا هذا الذي يخرج على الإعلام يكون قليلا الذين يحملون نفس هذا الفكر ونفس هذا الاعتقاد كثيرون لكنهم لا يتكلمون يحملون هذه العقائد بين جوانحهم هذا الكلام إذا كان مرتبطا بنواصب السقيفة بني ساعد أما إذا كان الكلام مرتبطا بنواصب سقيفة بني طوسي فإن مراجع النجف وكربلاء ألعنوا من قتلة الحسين وألعنوا من نواصب سقيفة بني ساعد وأتباعهم أتباعهم يكونون بمثابة قتلة الحسين مثل ما مر علينا المراجع ألعنوا من قتلة الحسين وأتباعهم يكونون قتلة للحسين مرت علينا الرواية قبل قليل هنا الحديث عن نواصب سقيفة بني ساعدة تحدث عن ذرار لقتلة الحسين ولكن حينما كان الحديث عن مراجع النجف وكربلاء فإن الإمام الصادق وصفهم بأنهم أضروا من قتلة الحسين وأضروا من جيش يزيد على الحسين وأصحابه أضروا على الشيعة إنهم أضروا على الشيعة من جيش يزيد على الحسين بن علي وأصحابه أما أتباعهم فهم قتلة الحسين الذين يزورون الحسين ويتشافون بتربته إنهم ينتحلون ولاية العترة لكنهم ليسوا من العترة يا كميل يا كميل هذا القانون العلوي الواضح وعلى هذا القانون وأمثاله بايعنا في بيعة الغدير يا كميل يا كميل لا تأخذ إلا عنا تكن منا هؤلاء لا يأخذون عن العترة الطاهرة أتحدث عن مراجع النجفي وكربلاء وعن أتباعهم الذين يأخذون عنهم يحبون أهل البيت ينتحلون مودتهم يزورون قبورهم يتشافون بتربة الحسين ولكنهم ليسوا على منهج العترة لا يأخذون عن العترة يأخذون عن غيرهم يأخذون عن مراجع النجفي الذين دينهم أخذوه عن نواصب سقيفة بني ساعد رسالة إمام زماننا إلى الشيعة واضحة طلب المعارف من غير طريقنا أهل البيت مساوق لإنكارنا وهذا الكلام ينطبق بدرجة مئة بالمئة على مراجع النجفي وكربلاء وعلى مقلديهم وأتباعهم وعلى رايات الأحزاب المشتبهة التي لا يدرأ أي من أهي هذا هو الواقع الشيعي النجس القذر ماذا نقرأ في الكتاب الكريم في سورة البقرة في الآية الثالثة والتسعين بعد المئة بعد البسملة وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين لله فإن انتهوا فاتركوهم فلا عدوان إلا على الظالمين دققوا النظر معي في هذه الآية وعرفوا القرآن بأنه لا يفقه ولا يفهم إلا من خلال العترة الطاهرة وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة هذا واضح الآية الآية تأمر بقتال أعداء محمد وآل محمد وأن القتال يستمر حتى تنقطع فتنتهم وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين لله فإن انتهوا إذا انتهوا عن ضلالهم فليتوقف قتالكم الكلام واضح إلى هنا وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين لله فإن انتهوا فإن القتال يتوقف ماذا جاء في آخر الآية فلا عدوان إلا على الظالمين الآية هنا تشرع الاعتداء على الظالمين ستتناقض الآية مع نفسها إذا أردنا أن نفهم الظالمين بنحو مطلق ما هم الذين يقاتلون هنا من الظالمين ولكن الآية قالت فإن انتهوا فتوقف لكنها تثبت هذا الأمر من أن الاعتداء يكون ابتدائيا وشديدا على الظالمين فهل على كل الظالمين إذا قلنا على كل الظالمين فإن التناقض سيقع في هذه الآية ومع آيات أخرى إذن من هم الظالمون هنا الظالمون هنا قتلت الحسين كامل الزيارات لابن قولوي وهذه طبعة مكتبة الصدوق طهران إيران إنه الباب التاسع عشر الحديث السادس بسنده بسند ابن قولوي ابن قولوي توفي سنة 368 للهجر بسنده عن إمامنا الصادق صلوات الله عليه في قوله تبارك وتعالى لا عدوان إلا على الظالمين قال أولاد قتلت الحسين لا عدوان إلا على الظالمين هذا العدوان الذي سيكون مكثفا وشديدا وقاسيا هذا العدوان الوحيد في القرآن الذي شرعه القرآن يكون باتجاه أولاد قتلة الحسين هذا الكلام ينطبق على نواصب سقيفة بني ساعد ممن هم في هذا الاتجاه وينطبق كذلك على نواصب سقيفة بني طوس وهم ألعن وأوسخ وأقدر والروايات مرت علينا وهي شاهدة على ذلك وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين لله فإن انتهوا فلا عدوان إلا على الظالمين العدوان يشرع تشريعا ويكون بقسوة وشدة على هذا الصنف من الظالمين الذين هتكوا حرمة الله قتلوا الحسين أما مراجع النجف فإنهم هتكوا حرمة دم الحسين فإن دم الحسين سفكت في كربلاء لأجل دين العترة الطاهرة فيأتي الطوسي المشؤوم ويأتي من بعده هؤلاء الحثالات من مراجع حوزة النجف وكربلاء كي يدوسوا دين العترة بأحذيتهم ويؤسسوا دينا لا علاقة له بمحمد وآل محمد إنه دين الظنون ودين الاحتمالات والشكوك ودين التفاهات والسفاهات ودين الجهالات والحماقات إنه دين النجف وكربلاء وبعد ذلك يكذبون الكذبة العظمى ويقولون هذا دين محمد وآل محمد ويتراكض الديخيون من حميرهم من أتباعهم الحمير للدفاع عن هذا الدين الكذب ويحاربون في الوقت نفسه دين العترة الطاهرة يضحكون على أنفسهم بأنهم خدام للحسين أنتم قتلة الحسين هذا منطق العترة أنتم قتلة الحسين ما أنتم بخدام الحسين طبقوا هذه الروايات على أرض الواقع ألا تنطبق عليكم أدرك أنفسكم أدرك أنفسكم هذا هو واقع النجف قبل زمان الظهور الشريف أنني أقرأ من غيبة الطوسي المتوفى سنة أربعمية وستين للهجرة وهذه طبعة مؤسسة الأعلمي بيروت لبنان في الصفحة التاسعة والسبعين بعد المائتين بسنده بسند الطوسي عن عمر بن أبان الكلبي عن إمامنا الصادق صلوات الله عليه كأني بصاحب السفياني جاء الترديد من قبل الراوي لأن السفيانية سيرسل جيشاً بقيادة قائد إلى النجف فجاء في الرواية كأني بالسفياني أو بصاحب السفياني والصحيح من خلال الروايات الأخرى إنه صاحب السفياني كأني بصاحب السفياني قد طرح رحله في رحبتكم بالكوفة فنادى مناديه من جاء برأس رجل من شيعة علي فله ألف درهم فيثب الجار على جاره ويقول هذا منهم فيضرب عنقه ويأخذ ألف درهم هل هذا واقع شيعي؟ هذه النجف التي يتسيدها المراجع وتقطنها الشيعة من شيعة المراجع هذا هو حالها في الزمن القريب من ظهور إمام زماننا صاحب السفياني يجد الأمن والأمان في النجف وبعد ذلك يبحث عن شيعة علي يبحث عن الزهرائيين ما هؤلاء يدعون كذبا من أنهم من شيعة علي من المراجع ومن أتباعهم من قطان النجف لكن صاحب السفياني لا يريد هؤلاء فهؤلاء يبايعونه يبايعون السفياني الروايات أخبرتنا بذلك إنه يبحث عن الذين ما هم على دين مراجع النجف وكربلا يبحث عن شيعة علي فهؤلاء ما هم بشيعة علي هؤلاء هم الذين يصدرون الفتاوى بأن ذكر علي في التشهد الوسطي والأخير في الصلوات الواجبة يبطل الصلاة ذكر علي يبطل الصلاة هل هذا كلام شيعة علي نحن الذين نقول إننا زهرائيون هكذا نعتقد بأن ذكر علي في الأذان واجب لأنه جزء أساسي في الأذان وهو أهم أجزاء الأذان أهم من الشهادة الأولى والثانية بحسب منطق القرآن وإن لم تفعل فما بلغت رسالته وفي الإقامة كذلك فذكر علي أهم من شهادة التوحيد وشهادة النبوة بحسب منطق القرآن وإن لم تفعل فما بلغت رسالته فإن التوحيد والنبوة والقرآن وكل حقائق الدين كل ذلك يساوي صفرا من دون ولاية علي ذكر علي في التشهد الوسط والأخير من الصلوات الواجبة واجب قطعا وهو سر طهارة صلاتنا وهو سر قبولها وذكر علي أوجب من ذكر الله وذكر محمد صلى الله عليه وآله بحسب منطق القرآن الله هو الذي يقول وإن لم تفعل فما بلغت رسالته هذا منطق شيعة علي صاحب السفياني يبحث عن هؤلاء وهذا الذي يثب على جاره هذا من مقلدي المراجع الذين يعتقدون بأن ذكر علي في الصلاة يبطل الصلاة علي هو الميزان دائما يفصل بين الحق والباطل ولذلك فإن اسمه المختص به الفاروق الأعظم هذه تسمية عمر بالفاروق هذه سرقة من اسم علي الفاروق الأعظم الذي يفرق بين الحق والباطل وفي جميع مستويات الحق وفي جميع مستويات الباطل وهذا هنا حق وباطل هنا قولان مختلفان قول يجعل الصلاة باطلة بذكر علي وقول يجد أن ذكر علي هو سر قبولها وهو سر صحتها وهو سر طهارتها وذكر علي أولى من ذكر الله وذكر محمد صلى الله عليه وآله بحسب القرآن الله هو الذي يقول وإن لم تفعل فما بلغت رسالته هذا هو منطق القرآن فرقوا بين هذين القولين الحق مع من الفاروق الأعظم علي هو الذي سيفرق بين هذين القولين الصورة واضحة هذا هو حال النجف ألا لعنة الله على النجف أتحدث عن نجف البتريين وصلوات وسلام وتحيات عطرات على نجف علي هناك نجفان هناك نجف الطهارة والإخلاص والدين الحقيقي نجف علي وهناك نجف القذارة والنجاسة والضلال والبترية الوسخة نجف المراجع نجف الحوزة نجف العمائم السوداء والبيضاء نجف الدجالين من ولد فاطمة هذه هي الثقافة الزهرائية وهذا هو واقع العراقي وواقع شيعة العراقي في الزمن الذي يقبل فيه إمام زماننا إلى العراق